عشائر الأنبار تقرر متابعة كل متعاطي المخدرات من أبناء عشائرهم وتسليمهم للعدالة بعد أن أصبحت آفة المخدرات تشكر خطرا حقيقيا على المجتمع الأنباري عشائر الأنبار تجتمع وتتخذ قرارات أهمها تسليم أي شخص يثبت تعاطيه للمخدرات نحن كعشائر داعمين الأجهزة الأمنية للقضاء على هذه الآفة حتى تستقر هذه المحافظات من جميع الأمور التي لا تليق بمجتمعنا العراقي والأنباري لذلك إذا ما تكون هناك حملات توعوية وتثقيفية من قبل المنابر ومن قبل الجامعات والمدارس والمضايف لا يمكن أن يغلق هذا الملف شيوخ العشائر أكدوا على أهمية رص الصفو في مواجهة هذه الظواهر التي اعتبروها داخيلة عن المجتمع الأنباري ومحاربتها بالتعاون مع الأجهزة المختصة اتفقنا بأن نفاتح الحكومة المحلية ومن ثم المركزية على عدة بنوذ من خلال وزارة الداخلية عن طريق مديرشيون العشائر بأن اليوم يجرم كل من يحاول أن ينشر هذه السموم أو يعتبر مروج أو تاجر بهذه المواد المخدرة يكون تخلي عن العائلة واخراجها من القاطع بعد أخذ الموافقات الأمنية اليوم تمكننا من القضاء على الإرهاب ولكن نحتاج إلى تكاتف وإصرار وعزيمة على أن نحصر المتاجرين بالمواد المخدرة التي هي تعتبر الآفة الأخطر من تنظيم داعش الإرهاب ويأتي هذا الحراك العشائري بالتزامن مع جهود القوات الأمنية للقضاء على تجار المخدرات وشبكات إدخالها على العراق عبر الحدود مع سوريا من الأنبار مصطفى مهند واني نيوز